نجتمع اليوم بعد مرور خمس سنوات ونصف السنة على الأزمة المالية الرئيسية التي عصفت بالاقتصاد العالمي ومن المنصف القول إن أشخاصاً قليلين جداً هم من توقعوا حصول تلك الأزمة بتجلياتها المختلفة لم يكن أحد يتخيل قبل سنة من حصول الأزمة أن يأتي يوم تناقش فيه من قبل الشركات الكبرى إمكانية اقتراض المال ليوم واحد أو لأسبوع واحد حتى أو أن تمر علينا أوقات مديدة تضطر فيها إيطاليا وإسبانيا إلى الاقتراض بمعدل فائدة يبلغ أربعة أضعاف الفائدة التي تقترض بها المكسيك والبرازيل لقد كان من المفاجئ جداً أن يتخيل المرء أن تقترض البيرو وكولومبيا ولفترة قصيرة من الزمن بفوائد تقل عن تلك الفوائد التي تحصل عليها فرنسا كان من المستبعد تماماً أن تصبح السلامة المالية لعدد من المؤسسات المالية الكبرى في العالم محطة ساؤل كبير ومع ذلك حصلت كل تلك الأمور وسيدخل المؤرخون والاقتصاديون في جدل كبير حول الجوانب والتعقيدات والمقاربات المختلفة لكن الأسباب تعتبر قديمة قدم التجارة ذاتها تفاؤل فتقليد للتوجهات السائدة فاقتراض للأموال ففقاعات فانفجار للفقاعات فتصفيات إلزامية للشركات فأسعار للأصول تقل عن قيمتها الحقيقية فالمزيد من التصفيات الإلزامية للشركات ثم حالة من الذعر تدافع إلى المصارف لسحب الأموال أزمة ائتمانية خلل في النشاط الاقتصادي فنظام مالي معطوب فمزيد من الخلل في النشاط الاقتصادي وهكذا دواليك إذا ما نظرنا إلى الأشهر الستة الواقعة بين أكتوبر تشرين الأول عام 2008 ومارس آذار عام 2009 على أي مقياس من المقاييس المهم سواء أكان الناتج الصناعي أم أسواق الأسهم أم التجارة العالمية فإن أي من هذه المقاييس كان أسوأ حالا مما كان عليه خلال فترة الأشهر الستة التي تلت الكسادة العظيمة في خريف عام 1929 ومع ذلك ورغم كل الضعف والهشاشة التي ما تزال موجودة وكل المشاكل التي سوف نناقشها فإن مستقبل الاقتصاد العالمي في هذه اللحظة يبدو مختلفا تماما عما كان عليه الحال في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي لماذا؟ لأنني أعتقد اعتقادا جازما أننا قد تجاوبنا مع الأمر تجاوبا قويا وفعالا لقد تعاملنا مع كل مشكلة من المشاكل الكبرى التي ذكرتها قبل لحظات من خلال اتخاذ تدابير قوية بدءا من الولايات المتحدة حيث شهدنا ضخ رأس المال في المصارف والزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي للتجاوب مع غياب الطلب واختبارات التوتر والشفافية لمواجهة الإحساس بالذعر لم يكن العمل خاليا من العيوب لم يكن متسقا اتساقا كاملا لم يكن شاملا لكل دول العالم ولكننا اتبعنا عقيدة تعتبر مفارقة أساسية في الأزمة المالية التي نجمت عن الإفراط في الثقة والإفراط في الإقراض والإفراط في الإنفاق بينما الحل لم يكن ولن يكون إلا من خلال المزيد من الثقة المزيد من الإقراض المزيد من الإنفاق إذا ما نظرنا إلى اللحظة الراهنة نجد أن هناك جانبين أساسيين وخاصة إذا ما أراد المرء أن ينظر إلى الموضوع على المدى الطويل بما يتجاوز التبعات الناجمة عن كوننا في المرحلة النهائية من بداية التعافي من هذه الأزمة المالية نحن الآن نشهد ثورة في المعلوماتية وتقنيات المعلومات معظم الناس في هذه الغرفة يحملون هواتف ذكية أنا سأخبركم بثلاثة أمور حول هواتفكم الذكية أولاً القوة الحاسوبية للهاتف الذكي تفوق القوة التي كانت موجودة في مشروع أبولو الذي أرسل رجلاً إلى سطح القمر أما الفكرة الثانية المرتبطة بالقدرة على تجميع المعلومات والوصول إليها فأقتبسها من عملي كأستاذ في جامعة هارفرد التي تضم واحدة من أهم ست مكتبات في العالم إذا خيرت بين القدرة على استعمال جهاز الآيفون مع عدم القدرة على استعمال مكتبة هارفرد أو القدرة على استعمال مكتبة هارفرد مع عدم القدرة على استعمال الآيفون فإن الخيار سيكون سهلا جدا الآيفون طبعا ثالثا القدرة التي أمتلكها من خلال الآيفون والفيسبوك والبريد الإلكتروني والهاتف للوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم والعثور على شخص ما والتواصل معه تفوق القدرة التي كان يمتلكها نظام الاتصالات العالمي حينما كان جون كيندي رئيسا بعد أربع سنوات من الآن سيكون لدى أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية هاتف ذكي بالمناسبة فإن عدد من يستعملون الهواتف الخلوية يفوق عدد من يحصلون على الكهرباء على كراتنا الأرضية هذه مجرد بداية وليست النهاية في مضمار الثورة التكنولوجية لنأخذ ثلاثة من أهم التطورات التي شغلت الأخبار خلال الأشهر الستة الماضية أو ربما طوال العام المنصرم والتي تنبئنا بالاتجاهات التي يسير العالم إليها الطباعة ثلاثية الأبعاد أصبحت الآن أمرا واقعا في الماضي كان المرء يطبع الكلمات على شاشة الكمبيوتر ومهما كان عدد هذه الكلمات فإنه يحصل عليها في النهاية مطبوعة على الورق هذا الأمر أصبح الآن ممكنا بالنسبة للتصاميم الثلاثية الأبعاد مهما كان نوع المنتج لقد أصبح الأمر حقيقة هناك أيضا سيارات تسير دون سائق وقد طبقت تجارب انتقلت فيها سيارات انتقالا متكررا من لوس أنجلس إلى نيويورك مع التوقف على الإشارات الحمراء وعبور الإشارات الخضراء والتسارع عند ظهور اللون البرتقالي كل ذلك دون أن تمسها يد بشرية هذه السيارات موجودة بالفعل أنا لا أتحدث عن خيال علمي هنا خلال سنوات قليلة سنراها على الطرقات وبصفتي أستاذا جامعيا هناك أمر آخر يسعدني ولكنه يحزنني في الوقت ذاته ألا وهو وجود أنظمة حاسوبية تستطيع تصحيح مقالات الطلاب وبشكل أدق كثيرا بالمقارنة مع المدرسين من البشر بهذه القدرة التي تتمتع بها تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأتمة وإذا ما جعلنا الاقتصاد والنظم المختلفة تسير بالشكل الصحيح فإن هناك إمكانية كبرى لتحسين حياة البشر خلال العقود القليلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر